موسيقى مجز الأخبار من قناة عدن الفضائية أهلا بكم شارك فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي ومعه عضو المجلس عبد الرحمن المحرمي وعثوان مجلي في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر القمة العربية بدورتها العادية الثالثة والثلاثين التي انطلقت أعمالها في العاصمة البحرينية المنامة وبحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي مع عدد من إخوانه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ورؤساء الوفود المشاركة مستجدات الوضع اليمني والتحديات المشتركة وسبل تفعيل وتعزيز آليات العمر العربي في مواجهة تلك التحديات جدد فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي تأكيد موقف اليمن التاريخي إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وقال فخامة الرئيس في كلمة بلادنا أمام الدورة الاعتيادية الثالثة والثلاثين للقمة العربية في العاصمة البحرينية المنامة إن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية الأولى للشعب اليمني وأشار إلى أن الحرب التي أشعلتها الميليشيات الحوثية ستبقى من أكبر التحديات للبلدان العربية ومصالح شعوبها مؤكداً الالتزام من قبل مجلس القيادة والحكومة بخيار السلام العادل التقى فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليم رئيس مجلس القيادة الرئاسي ومعه عضو المجلس عثمان مجلي أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية للبحث في العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والقضايا ذات الاهتمام المشترك وخلال اللقاء جدد رئيس مجلس القيادة باسمه وأعضاء المجلس التعبير عن عظيم شكره وتقديره للموقف المصري إلى جانب الشعب اليمني والتخفيف من معاناته الإنسانية وتحقيق طلاعاته في استعادة مؤسسات الدولة كما أشهد فخامة الرئيس بدور مصر الرائد في الدفاع عن قضايا الأمة من جانبه أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي متانة العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين ودعم مصر لجهود التوصل لحل سياسي للأزمة في اليمن التقى فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليم رئيس مجلس القيادة الرئاسي المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول إفريقيا نائب وزير الخارجية ميخايل بوغندوف وتطرق اللقاء إلى العلاقات الثنائية والفرص الواعدة لتعزيزها في مختلف المجالات كما تناول اللقاء مستجدات الوضع اليمني وتطورات في البحر الأحمر والجهود الروسية المطلوبة لاحتواء تدعياتها وأشهد رئيس مجلس القيادة بالموقف الروسي الثابت إلى جانب الشعب اليمني وشرعيته الدستورية ومؤسساته الوطنية أكد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود مواصلة المملكة العربية السعودية تقديم المساعدات الإنسانية والدعم الاقتصادي لليمن ورعاية الحوار بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي لإنهاء الأزمة كما أكد ولي العهد السعودي في الكلمة التي ألقاها خلال القمة العربية المنعقدة في البحرين سعي المملكة العربية السعودية لتحقيق الأمن والسلام والازدهار في المنطقة داعيا إلى ضرورة التوقف عن أي نشاط يؤثر على أمن وسلامة الملاحة البحرية جدد قادة الدول العربية المشاركين في الدورة العادية الثالثة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة قمة البحرين دعمهم الثابت لمجلس القيادة الرئاسي برئاسة فخامة الدكتور رشاد محمد العليمي ومساندة جهود الحكومة اليمنية في سعيها لتحقيق المصالحة الوطنية بين كافة مكونات الشعب اليمني الشقيق ووحدة الصف اليمني تحقيقا للأمن والاستقرار في اليمن وأكد إعلان البحرين الصادر عن أعمال الدورة التي عقدت في العاصمة المنامة تأييد المساعي الأممية والإقليمية الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وفق المرجعيات المعتمدة دوليا بما يحقق الغاية الجماعية لتحقيق التطلعات المشروعة للشعب اليمني الشقيق في السلام والاستقرار والنمائي والازدهار نهاية الموجز شكرا لطيب المتابعة في أمان الله اشتركوا في القناة